سيدة تعشق التحف وتحرص على اقتنائها وفي يوم أسقط طفلها تحفة على الأرض غالية الثمن فتهشمت فغضبت الأم وفي ثورة غضبها دعت عليه قائلة أسقط الله عليك حجرا يكسر عظامك بعدها حزنت الأم قليلا ثم استهانت بدعوتها ولكن الله لم يستهم بها كبر الإبن مع إخوته وكان أحب الأبناء إلى قلب أمه وأبرهم بها وكان يوم التحاقه بالوظيفة هو يوم عيد عندها فأخذ التبحث له عن عروس وبالفعل عقد قرانه على فتاة صالحة وقبل الزفاف بأيام كان لدى أبيه عمارة قديمة يقوم بهدمها وإعادة بنائها فذهب معه لمتابعة العمل وأثناء ذلك غاب عن بصر أبيه لدقائق بعدها سمع العمال صراخ الإبن حيث وقع عليه حجر أثناء الهدن وتم نقله للمستشفى وحجزه في العناية المركزة واتصل الأب بزوجته وأخبرها بما حدث فلم تستطع أن تنطق بكلمة وأعاد الله أمام عينيها تلك الساعة التي دعت فيها على ابنها الصغير ثم بكت وسقطت على الأرض مغشيا عليها وحينما أفاقت ذهبت مع ابنائها للمستشفى وهناك رأت ابنها وهو نائم وتخيلته يقول لها هذه دعوتك لقد استجاب الله لها فأخذت تبكي وتدعو الله قائلة يا رب ارحم ولدي لقد كانت دعوة عليه وهو صغير آخر دعوة شر تخرج من فمي ومن يومها لم أدعو على أحد رده إلي يا الله ولا تأخذه بذنبي ولم تغادر المستشفى لمدة ثلاثة أيام كانت خلالها صائمة تقيم الليل وتدعو الله بكل إخلاص وبعد الأيام الثلاثة أفاق الابن ووجد أمه نائمة أمامه فقام بإيقاظها واحتضانها فلم تصدق ما تراه وأخذت تبكي وهي ساجدة لدقائق وحمدت الله كثيرا الذي استجاب لدعائها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا الله